أصيب عشرون فلسطينيا أحدهم حالته خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات نظمها الفلسطينيون رفضا للاستيطان في جبل الصبيح جنوب نابلس هذا وواصلت سلطات الاحتلال حصارها على حي الشيخ جراح في القدس محاولة لتهجير أهالي الحي ومانع أيضا المتضامنين مع الأهالي من الدخول على قمة جبل الصبيح في بيت جنوب شرق نابلس اشتعلت المواجهات بعيد صلاة الجمعة بين مئات الفلسطينيين وقوات الاحتلال تنديدا بإقامة المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في هذه المنطقة لكن جنود الاحتلال ورغم سلمية التظاهرة جابهوها بالقمع المفرط ما أوقع أكثر من عشر إصابات بينها واحدة وصفت بالقطيرة في وقت أكد فيه المشاركون استمرار الفعاليات ومواصلة التصدي لمشاريع الاحتلال والمواقف الدولية المساندة لهم لكل أبطال المشهد الذين يتآذر مع الشعب الفلسطيني والأهل في الكويت خصوصا تحيية محبة وتقدير على هذا الإباء وعلى هذا الصمود الأسطوري من رمال الله إليهم نرسل تحيي ونحن نبعد فقط كيلومترات بسيطة عن المسجد الأقصى نقول بأن الشعب الفلسطيني باقي وهذا الاحتلال إلى زوال وما مطلوب إلا الثبات والصمود والتأكيد على رسالة الجميع بأن هنا باقون فليشربوا البحر هذا المشهد انسحب على بلدة رفات غرب القدسة التي أصيب فيها عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال تظاهرة منددة بعدوان الاحتلال على غزة وما قلبه من ضحايا وخسائر مادية وربضا لمخطط التهجير الذي يترصد أهالي حي الشيخ جراح والعائلات الفلسطينية في بلدة سلوان بالقدسة التي ابتليت بفنون وجنون المحتل في أن معن سنسكت مشروع الاحتلال سنسكت مشروع ضم الكرس سنسكت مشروع تهوير الكرس سنسكت مشروع التطهير العركي في الشيخ جراح البوصلة الفلسطينية واضحة معركة الكرس سيحسمها الفلسطينيين وبالتالي نحن جاهزون لدفع الثمن والتضحيات المطلوبة دفاعا عن الكرس وليس ببعيد عن المسجد الأقصى الذي أمه آلاف الفلسطينيين لتأدية صلاة الجمعة يواصل الاحتلال للأسبوع الرابع على التوالي إحكام قبضته على حي الشيخ جراح ويمنع دخول المتضامنين إليه وقد حوله إلى ثكنة عسكرية حين دفع بتعزيزات وأغلق مداخله بالمكعبات الإسمنتية تستعر المواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في هذه المنازلة غير المتكافئة والتي لم تضع أوزارها بعد لكن الشارع الفلسطيني مستمر في مواجهة الاحتلال إلى تحقيق أهدافه المرجوة بكنسه وإقامة دولته المستقلة كشعوب أسقع الأرض فالح نصير فالح تلفزيون دولة الكويت الأراضي الفلسطينية المحتلة